بمبادرة مؤسسة أجيك معهد النقب ووزارة الصحة أعلن رسميا في القصر الثقافي بمدينة رهط عن انطلاق مشروع عيلتنا أمان الذي يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال العرب البدو في الجنوب وتغيير الواقع المؤلم لضحايا الحوادث البيتية خاصة في العطلة الصيفية هو يوم جدا جدا مهم فيه انطلاق لمشروع عيلتنا أمان لتعزيز سلامة الأطفال بالمجتمع العربي البدوي بتعرف أن هذه الظاهرة هي ظاهرة جدا منتشرة بمجتمعنا وتقريبا المسبب الرئيسي لموت الأطفال البدو لحد جيل أربع سنوات هو الحوادث البيتية المبادرة جدا مهمة هي اليوم موجودة إحنا موجودين في قلب المجتمع العربي البدوي في النقب هي لأجل الأطفالنا في المجتمع العربي في النقب وهذه المبادرة بتحتوي على كثير مركبات إحنا عم نشغل كمان على رفع الوعي نشغل كمان على إقامة غرف ألعاب نشغل كمان على تصميم حيز آمن في قلب البلديات وفي الأماكن العامة القائمون على المشروع أشاروا إلى أن عائلتنا آمان الذي انطلق تحت شعار خل عينك عليهم هو رسالة إنسانية نبيلة تهدف إلى تقليل هذه الظاهرة الخطيرة من خلال رفع الوعي وبناء شراكات مهنية وتعزيز الحملات التوعوية الحوادث البيتية هو أمر جدا مقلق نحن نحكي على عدد كبير من العائلات ومن الأطفال اللي بتعاني من الحوادث أغلبيتها بتصير في محيط البيت اللي هو لازم يكون المكان الآمن وبيؤدي لحالات منها سهلة لكن منها صعبة ومنها كمان حالات الموت ونفقد أطفال اللي هن طفل عالم كامل حياة كانت قدامة مفروضة تكون لكن انقطعت بسبب هذا الحادث فكر أني أول مرة ممكن تطلع على كوليات التحدي تبع الحوادث البيتية في النقب بشكل جدا جدا شمولي مع كوليات الشركات تبعيننا مجالس محلية ومجتمع مدني ونحن أجيك مع وزارة الصحة خذنا على عتقنا أن نحاول ننزل بشكل جدا جدا كبير بنسبة الحوادث البيتية اللي هي جدا كبيرة كمان في الكرة معطرفية وكمان في الكرة غير معطرفية يأتي المشروع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع وبناء على المعطيات الصادمة والمقلقة التي تشير إلى أن 90% من حالات الحروق التي يتم استقبالها في مستشفى سوروك بئر السبع للأطفال في المجتمع العربي البدوي نتيجة للحوادث المنزلية